طبعا يجب أن ينظر عندما تكون هناك تغيرات جذرية لأي خطة كانت المشاريع كثير منها قائمة فصعب أن تشطب مشاريع والكثير من المشاريع الخمسمية وشوي مشروع لدخلت الخطة وخاصة السنة الأولى من الخطة الإمائية الثانية مشاريع مستمرة هناك حوالي 29 مشروع جديد سيبتدأ لكن السنة الأولى ما راح تكون فيه مصاريف كثيرة وكثير من هذه المشاريع كذلك إما يموّلها القطاع الخاص أو تكون عن طريق شركات تسام فيها الحكومة وبالتالي المشروع ليس بكامله مموّل من قبل الحكومة ناهيك على أن السنة الأولى من كثير من هذه الخطط يعني يجري فيها إجراء الجدول الاقتصادية والمتطلبات الفنية الأساسية والحصول أو التعاقد مع مستشارين في المصاريف في السنة الأولى والسنة الأولى ونص ما راح تكون عالية جدا فيما تعالى بالمشاريع النفطية وأنت قادم من رحم صناعة النفط كانت هناك مشاريع كثيرة جدا هي ربما تنظر للمستقبل وتنظر إلى الأسعار المرتفعة لسعر النفط هل مع هذا التراجع تظل هذه المشاريع مجدية؟ طبعاً المشاريع النفطية خاصة فيما يتعلق في الأبستريم اللي هو مجال الإنتاج والاستكشاف دائماً تكون مجدية يتغير الأمر كلما نزلنا تحت إلى الداونستريم أو الريتيل هناك سيزنالتي يعني موسمية وتضييق في الأسعار أما في الأبستريم معظم الوقت تكون مجدية اقتصادياً لأن سعر الإنتاج منخفض بالنسبة إلى سعر البيع فاقتصادية نعم وهناك بعض المستهدفات الاستراتيجية للقطع النفطي اللي تدعم الاستمرار فيه مثل المحافظة على الاحتياطيات المحافظة على القدرة الإنتاجية هذه مهمة جداً لأنه إذا تغيرت الأحوال وطلب من الكويت أن تسام بكمية أكبر في الانتاج أن تكون عندها هذه القدرة سؤال أخير أستاذ مشروع الوقود البيئي يعني كان يهدف إلى رفع مستوى تنافسية النفط الكويتي في الأسواق العالمية الآن مع هذا التراجع الذي نرى في السعر برميل والخوف ربما من الوصول إلى المستوى الأربعينات مثلاً يظل هذا المشروع قائم مع العلم بأن تكلفته أيضاً علي حوالي 16 مليار دولار نعم هي ليست زيادة تنافسية بل البقاء في السوق لأن مستوى الكبريت اللي في نفوطنا حالياً وفي منتجاتنا عالية نسبياً إلى ما يوجد في السوق وبالتالي كان لزام على دولة الكويت أن تجاري المواصفات المعهودة وبالتالي اضطرت إلى إجراء هذه التحسينات فهو مجبورة أكثر مما هي مخيرة للبقاء في السوق ترجمة نانسي قنقر